موسيقى موجز للأخبار أهلا بكم مشاهدين الكرام المستهل بالتعاون وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية يواصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف زيارته الرسمية إلى جمهورية بولندا وتأتي هذه الزيارة تجسيدا للرغبة المشتركة التي تحذو الدولتين لتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر وبولندا في مختلف أبعادها ومضامينها وكذا تكثيف الحوار السياسي حول المسائل والقضايا التي تقع في صلب اهتمامات وأولويات البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي بقصر المعارض الصنوبر البحري تتواصل فعاليات معارض الجزائر الدولي في طبعته الخامسة والخمسين ومن هناك تلتحق بنا على المباشر الزميلة فتيحة بوراب فتيحة إذن ما الذي يميز اليوم قبل الأخير من فعاليات هذه الطبعة ما يميز هذا اليوم هذه الطبعة ليس فقط حدث اقتصادي عالمي بامتياز وإنما جسور التبادل تمتد إلى التبادل الفني والثقافي فهناك برنامج ثقافي ثري جدا حيث بعد قليل هناك استعراض شعبي تركي كما هناك أيضا ورشات وفرق الناي على مستوى رواق الأهقار وفي الظهيرة أيضا هناك ندوات تؤرخ للعلاقات الجزائرية التركية أثناء الحقبة العثمانية في الجزائر ينشطها ثل من الأساتذة الباحثين والأكاديميين من جامعة الجزائر الثنين كما هناك عرض فيلم وثائقي أيضا بقاعة علي معاشي إذن في انتظار توافد كبير للمواطنين خاصة ونحن نعرف أن يوم قبل الأخير والذي يصادف يوم عطلة هناك سيكون هناك توافد وإقبال كبير للمواطنين على الإطلاع على هذا المعرض في طبعته الخامسة والخمسين الذي هو ثري جدا من جميع قطاعات المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي وكذلك للإطلاع على الثقافات التي أتت بها دولة تركيا إلى الجزائر باعتباره ضيف شرف هذه الطبعة نعم فتحة بعراب شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل كنت معنا مباشرة من قصر المعارض الصنوبار البحري تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة تتواصل بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية وسط ظروف تنظيمية محكمة حيث بلغ عدد الراغبين في الترشح إلى حد الساعة واحدا وثلاثين راغبا في الترشح من الأحرار والأحزاب السياسية هذا واختمت أمس المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر المقبل وحسب بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية خلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتاب المراجعة الاستثنائية كما أنه بإمكانه الاعتراض المعلل لشطب شخص مسجل بغير حق ويتعين على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تبليغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات في حادث مرور أليم توفي أربعة أشخاص وأصيب آخر بجروح إثر استضام بين سيارتين وقع صباح اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم ثلاثة ببلدية سيدي خليل بولاية المغير فرق الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة السابعة وسبع وخمسين دقيقة حيث قامت بإسعاف الشخص المصاب ونقله إلى المستشفى المحلي فيما تم نقل الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث دوليا وفي آخر تطورة الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة أجبر الاحتلال الصهيوني مئات العائلات على النزوح من حي الشجاعية بمدينة غزة إلى مناطق داخل المدينة المكتظة بالنازحين وذلك بعد اجتياح دبابات الاحتلال وآلياته العسكرية الحي بالتزامن مع قصف شديد للطيران الحربي على منازل المواطنين لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في سقوط عاشرة الشهداء والمصابين في هذه الأثناء استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء استهداف سيارة إسعاف في مخيم النصيرات كما استشهد فلسطينيين في قصف طال منزلهم بمخيم الشاطئ وسط القطاع وفي الجنوب ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بعد تعرض خيامهم بمواصي رفح لقصف عنيف أجبرهم على النزوح فيما نفذت الآليات الاحتلال الصهيوني عمليات تجريف بمنطقة الشاكوش الواقع غرب المدينة يتوجه اليوم أزيد من ستين مليون ناخب إيراني إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية مبكرة يتنافس فيها أربعة مترشحين للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية في التاسع عشر من شهر ماي الماضي وإذا لم يحصل أي من المرشحين الأربع على الأغلبية المطلقة من الأصفات فستنتقل الانتخابات إلى جولة ثانية في الخامس جوليا المقبل بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وتشكل نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق التحدي الأكبر لإيران لأنها تأتي عقب انتخابات تشريعية شهدت أدنى نسبة مشاركة بـ 41% بهذا الخبر نختم الموجز أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله شكرا لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة